طهران إيران تدعم السيادة العراقية بالصواريخ البارستية كان خطاب السفير الإيراني أرجل مسجدي في كربلاء وفي مؤتمر أو خطاب الكرامة والإنسانية ملفتا للنظر ويحتاج فعلا أن ندقق بالحقائق والمفردات التي جاءت في هذا الخطاب مسجدي يقول لن نساوم على أمننا مطلقا بمعنى الشيء الذي يحقق أمن إيران يجب أن يكون أمام كائنا من يكون لأن أمنهم خط أحمر أما أمننا فلا يساوي شيء ويقول أننا قد حذرنا وقلنا للقيادات الكردستانية في أن هناك قاعدة تجسس أغرّت كثيرا ولم يسمعون بمعنى أننا لم يقل أننا أبلغنا الحكومة العراقية حكومة الأقليم هي جزء من الحكومة العراقية وفقا للقانون ووفقا للدستور لأن هذا القاعدة على حد قول المسجدي أنها أذرّت بالأمن القومي أو الوطني الإيراني يعني أنت تضرب بلد مسلم وصديق وعندك روابط تاريخية معاه وتقول هذا لا يمس السيادة والشعب والحكومة زيان كردستان مو أراضي عراقية شعب كردستان مو عراقي بعدين أنت تفسر الانتهاك للسيادة العراقية بالطريقة التي أنت تعتقد بها ولا تكتفي بهذا تريد أن تفض علي قناعات وفقاً لما تعتقد أما أنا إذا أبقى كل واحد أنت تريد تفرض علي قناعات مثل ما تريد الأمريكان يفرضون علي قناعات مثل ما يردون الإسرائيليين يفرضون علينا قناعات مثل ما يردون ذاك اليوم كل إحنا كعراقيين لم نقبل بالاستهداف الأمريكي إلى أبو مهدي المهندس وإلى قاسم سليماني وأمريكا قدمت حجج وهي أن هذا الرجل كان يشكله خطراً على الأمن الدولي وعلى السلم العالمي وقبلها قالت إيران من أكبر الداعمين للإرهاب وإيران راعية أو مركز الشر في العالم مع هذا خلي قلوا لأمريكان شنو علاقتنا القاني الأمريكي والما قال ما فرضوا علينا هذه القناعات عدنا علاقات معكم وعندنا تكامل اقتصادي وعلاقات مميزة ما توقفنا شوانتي ابن آلية توقف بخطاب من هذا النوع أنه أنت تهين البلد وتضرب وتهين كرامته وسيادته وبعدها تجي تقول لي تقول لي وجود قاعدة إسرائيلية تهدد أمننا ليش هم الإسرائيليين مو قاعدين مفاوضات فين ليش التلان مو أصدقاء وحلفاء بشكل كبير مع حلفاء إسرائيل مو مع روسيا متقيمون علاقات متطورة مع الإمارات الإمارات معتا سفارة البحران معتا سفارة أصدقائكم الآخرين اللي يتعاملون معتا سفارة وهذا ليس تبريرا أنا أقولها على الهواء مباشرة لعنة الله على إسرائيل ومن يريد إسرائيل ومن يد يمد يده لإسرائيل لكن الأمور بالأعراف الدبلوماسية لا تعالج بهذه الطريقة وتطلع من كربلاء المقدسة في خطاب الكرامة والإنسانية تلقي علينا خطاب وتريد أن تفرض علينا فهم كما تعتقد هذا أو كما تعتقد أنت يا أخي يا أخي ترى الله ماكو دولة بالعالم سواته حتى وإن كان العراق محافظة لكم لا يقبل هذا الخطاب لا يقبل هذا الخطاب شو أن تتعاملون مع دولة ذات سيادة العراق اللي هو الآن الرئة والمتنفس وكيف يقبل أحداً منا أن يهان بلده بهذه الشكل وبهذه الطريقة بغض النظر عن ما يقدمه الإيرانيون أو ما يقدمه الإسرائيليون أو ما يقدمه الأمريكان من تبريرات أو تفسيرات أنا الذي يجب أن أقول وأنا يجب أن أفهم الوقاع كما هي على الأرض نعم لدينا خلافات بالداخل أنا واحد من الذين أنتقدوا كل الأطياف السياسية في هذا البرنامج وفي برامج سابقة لكن عندما يتعلق الأمر بالأجنبي لإهانة العراقي لا والله لا على الإطار ولا على التيار وعلى الكرد ولا على السنة ولا على أصغرط في العراق لن يقبل إحنا عائلة بيت نتفق ونختلف ما أحتاج إيرج مسجدي أن يخاطبني بعد أن يهين بلدي لكن العتب على الذين قبلوا لإيرج مسجدي أن يحضر بهذا المؤتمر زيان؟ وعقوا حكومة مركزية تروحون عليها وتتفقون معها التركي ما أخذ وريتش والإيراني ما أخذ وريتش والأمريكي ما أخذ وريتش وكل من يقول لك أنا أمن القومي والعملاء لما تبيل على إيران يصفقون لإيران على حساب العراق وعملاء إسرائيل يصفقون لإسرائيل وعملاء الأمريكان يصفقون للأمريكان انتهوا من هذه المواقف الحقيرة وشكلوا موقف شنو هكو خلافات الأكراد مع بعضهم مختلفين الشيعة مع بعضهم مختلفين ومن يقول أن السنة متفقين أنا أقول لك ترى لازجينهم بسيكوتين لكن هذه خلافات داخل بلد لا مسجدي ولا قاءاني ولا أي إيراني ولا أي أمريكي يدخل بها ترجمة نانسي قنقر